المتعالي للشريس والشبيه والبديل والنغير أشهد أن لا إله إلا الله وعبده لا شريك له الذيك القبير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالأرض مشريا ونغيرا وداعيا إلى الله بإغنه وسراجا منيرا فوالله تعالى عليه وعلى ثالث وعلى أصحابه رباه فرسلم أسليما كثيرا كثيرا أما بعد فما أشهد الأخوة إن الله سبحانه وتعالى بينا معنا الفوز والفلاح في كتابه العزيز فمن سأخصها عن النار فأدخل الجنة فقط قاس ومن حياة الدنيا إلا مكاعد غروب وبين مانا القرسان والخير والهلاف والبوار قل إن القاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على بالفضل القصران المبين لهم من فوقهم غلل من النار فمن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتطول فليس السعيد الذي دنياه تصعده إنما السعيد الذي ينجو من النار ويقول القائل دنيا تطالعني كأني لست أعرف حالها مدت إلي يمينها فقطعتها والشمالها منع البلاد الحرامها وأنا اجتنبت حلالها فرأيتها معتاجة وبهبت جملة أهلها وقال عليه السلام والسلام ألا ألا وإن الدنيا عرض حابة يأكل منه البر بل فاجر ألا وإن لافئة أجل صادق يقضي فيها مليك عاد قادر يحق الحق ويغتل الباطل ألا وإن الخير كله بحطافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحطافيره في النار لا خير في خير بعد من نار ولا شر في شر بعد في الجنة لا خير في خير بعد من نار ولا شر في شر بعد بالجنة فهي دار زوال دار انتتاع دار بلاء هي مكارة هي قدارة هي قدارة هي ثلاثة أيام يوم أنص مضى هذا يلك منه شيء ويوم غاد فلا تدري أن نبدأ قروه أم لا ويوم أنت فيه يوم أنا فيه ويوم أنتم فيه ويوم أنت فيه هي الحياة ويقول عليه السلام والسلام كم من مقبل يوم لا يكمل روض كم من مقبل يوم لا يكمل روض فهي دارة سابعين لله جناع بعوض هو الخنوى خلق الدين وخلق الآخر خلق الدنيا وخلق الجنة خلق هذه من تراب وخلق الجنة من ذهب وفضة خلق الإنسان من نطفة من منيج من ماء من نطفة أمشار من ماء منيج وخلق أسدواج الدور العلم وخلق أسدواج الدور العلم من المسك والعمر والزعفران والكافر وشق الأنهار وغرس الأشجار وغشها بنور وجهه بنور وجهه لم يرها أحد من خلقه لم يرها أحد من خلقه وخرق الفردوس الأعلى وختم عليها وختم عليها وختم عليها لم يرها ملك مقرد ولا نبي مرسل ويفتحها كل يوم خمص مرات ويقول لها إزابي فيبا لأوليائي وإزابي حسن لأوليائي وهي تنادي وتقول اللهم صابت أثماري واتلتت أنهاري والشق إلى أوليائي وعجم إلي بأهلي فيا ناشر اللفة الله إلهنا الله إلهنا الله ربنا لا نعبد إلا إياه لا نعبد إلا إياه هو المليم المالق المقدر هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام النومي المهين بالعزيز الشفار المتكفر الخالق الباري المصدر الغفار الأبهار البهار الرزاق الفتاح العليم الخابق الباصق الخافق الرافر المعد المدل الصميع البصير الحكم العادل اللتيب القبير الحليب العالي الغفور الشكور العليب الكبير الحسيب المقيد القليم المجيد الرقيب المجيد الواسط المجيد البعث الشهيد الهض المقيد القبيل المتين الولي الحميد المحسي البد البعيد المهي المميق الباجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدر المقدر المؤخر الأول الآخر الضاهر الباطن البالي المتعال الفرق الضباق البندقين العفو الرؤو مالك الملك الجلال والإكرام المرسط الجامع الأني المؤني أمام الطاق النافع النور الهد البديع الباقي الوارد الرشيد السدور الحنان المنهان ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الغلال فأنا تصرخون فأنا تفتون فأنا تصحرون فأين تذهبون فالله ورسوله أهق أن يرضوه والله ورسوله أهق أن يرضوه فاجعلوا نصب أعينكم رضا الله تعالى اطلبوا رضوانه أطلبوا رضوانه أطلبوا رضوانه من 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 رضي الله عنه خاذ في الدنيا واللاخرة ومن سقط عليه ربه خسر في الدنيا واللاخرة الحمد لله الحمد لله للذي ليس تمثل بشكل هو الصمير البصير الحمد لله للذي قرق فصد والذي قدر فهله الحمد لله للذي لا قرص فناهن عليه وكما قدنا على نفسه واشهد اللعيا فإلا الله أعظم صمد وحذر لا شريحنا واشهد أن سيدنا ودولنا محمد عبداله ورسوله أما هذا يا ماشر الأخوة إن الفوس والفلاح مربوط الفلاح الذي شرحته في الخطبة الأولى وهو مربوط ومنوت في تحت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين تحفه الله تعالى فجعله حبيبه وخليله وصفيه وكليمه وقال عزم قائل تبارة الذي نزل القرحان على حبه ليقوم للعالمين نذيرا صماه محمد وأحمد والماعي والحاشف والعاقف والفاتح والخاتم وأبو القاسم وطاها وياسين وصماه في كتاب العزيز بشير ونذير وشاهد ومبشر وداعي إلى الله والسراجا منير وصماه المزمد والمدفل وصماه عزيز وحريف ورحیف ورحیم الله اكبر اسمان من اسماء الله تعالى سما بهما حبیبه سما نفسه رعوخ وسما حبیبه رعوخ سما نفسه رحیم وسما حبیبه رحیم هو رسول العرب والعجم اما انا فابن عجمین اما انتم فتخناه العرب ولكن رسولنا ورسولكم ضاحیم هلا وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم یا آبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا واللأفر یا آبا سفيان والله لتبوتن ثم لتبعثن ثم لتخلن محصدهم الجنة ومسيهم النار فإنك وقال إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تصيطئون وتحاسقون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا هو صاحب مفتاح للجنة يوم القيامة هو آخر لواء الحمد يوم القيامة هو قائد الناس إذا وفدوا هو خطيبهم إذا أنصتوا هو مبشرهم إذا آيسوا هو شافعهم إذا حبسوا إن الجنة حرمة للنبياء حتى يدخلها وإن الجنة حرمت على الأمن حتى تدخل أمنه نبي الأنظنين والمآخرين رسول الرسل نبي الأنبياء ختم به النبرة ختم به الرسل ختم بكتابه الكتب وبدينه الأديان وبشريته الشراعي وبكتابه الكتب وجعله سيداً فالبنين من آخرين فلكم يا معشر العرب ولنا ولنا أبناء العجم قدوة قدوة واحد 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 على من هو هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلق بن هاشم بن عبد منا بن قصيد بن كلاب بن مرة بن كعر بن نغي بن غالب بن فهد بن مالك بن ندر بن كنانا بن خزينا بن مدرك بن اياح بن مضر بن نازار بن رعاق بن عدنان بن قواب بن هميسة بن سلامان بن عوض بنätt من Fall اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تصفروا أنفسكم بهذه الدنيا التلية الفانية غير باكية الغدارة غير ورد لا تفهم عن البطء لا تفهم عن البطء والمحبة احب الله ورسوله احب آخرته يقول عليه السلام علىها المشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي رب القعبة نور يتلألأ وريحانة تهدد وقصر مشير ونهر مضطرد وخمرة نتيشة وسوجة حسناك جميلة وحلل كثيرة في محام حبدا في دار سليمة وفاكة وحفرة ونعمة وخضرة في محلة وآلية بهيئة فهل أنتم مشمرون ما أصبح تشير إن شاء الله ففهموا وتعلموا لا إله إلا الله محمد الرسول الله قبل أن يأتينا الأجل أقول قولي هذا وأستغفر الله ولهم بالسائل المستغين اللهم مهجنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتبلنا في من تضليك وضعرفنا في ما أطقيك وإنه وصلت عنا شرعنا فضيك فإنك بضي ولا يخضر عليك فإنه لا يعز من من بأم فإنه لا يذل من بأليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك اللهم إنا نسألك الكتا والطوطة والعفاق والقنى اللهم إنا نأرض بك من سبال نعمته وفجاءة نظمته وفحب العافيك وجميع سخطه اللهم إنا نأرض بك من جهد البلاء ودرك الشفاق وسوء القضاء وشنفة الأعداء اللهم إنا نأرض بك من الكفر والفقر فنعرض بك من عذاب القبر فإله إلا أنه اللهم بارك لنا في ما رضحتنا اللهم عافنا في أرداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أرصائنا فإله إلا أنه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه اللهم إنا نسألك خير ما سهل منه عبدك ونبيبك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه ولو الخلفاء الراشدين المهددين وبارك وسلم تصليماً كبيراً كثيراً فنعرض بك من شر ما استعادك منه حبك ونبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه ولو الخلفاء للراشدين المهددين مع لا عطرة للطابرين الطيرين فبارك وسلم تصليماً كبيراً كثيراً فلو من أنك مستعاد وليك البلاد لا حفل ولا قصة إلا بالله الله عليك العظيم أهو رحمكم الله صلى الله عليه وسلم شكراً